موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامج صوتكم نعرض لكم أبرز ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن العراق وبإمكانكم مشاهدين أن تتواصلوا معنا من خلال أرقام هواتفنا التي تظهر أسفل الشاشة أمامكم أو من خلال الرقم المخصص للواتس أب والذي يمكنكم من إرسال رسائلكم النصية والتي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة مشاهدين الكرام نبدأ من الفقرة الأولى فقرة المقاطع المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي طبعا القطاع الخدمي في العراق قطاع متضرر للغاية ونبدأ في هذا الموضوع أو من هذا الملف كأول موضوع لدينا في هذه الحلقة حيث انزلقت كافة القطاعات الخدمية في العراق والأسيما الصحية نحو التراجع السريع بسبب الفشل الحكومي منذ الاحتلال الأمريكي للعراق في عام 2003 فضلا عن الفساد المستشري وتخبط القرارات داخل أروقة الحكومات المتعاقبة إذ يعاني القطاع الصحي العراقي من تراجع كبير وانهيار أدى إلى حرمان ملايين العراقيين من الرعاية الصحية المستحقة لهم ولعائلاتهم بعدما أدى الفساد والفشل الحكومي إلى نقص الكوادر الطبية ونهب مخصصات الرعاية الصحية لصالح الفاسدين في الأحزاب الحاكمة والميليشيات المتنفذة السياسية طبعا وصل الحال أن يعاني القطاع الصحي العراقي من أزمة انقطاع التيار الكهربائي بشكل مستمر وما يترتب على ذلك من توقف للأجهزة الطبية فضلا عن تفاقم حالات المرضى مما يتلقون العلاج في ردهات المستشفيات الحكومية التي عاجزت حتى هذه اللحظة عن وضع خطط بديلة تجنب المرضى الانقطاعات المتكررة للكهرباء دعونا نشاهد كيف بدت الصورة في مستشفى الصدر التعليمي بمحافظة ميسان بعد انقطاع التيار الكهربائي في ظل أجواء شديدة الحرارة لنشاهد هذه اللقطات مستشفى الصدر التعليمي مستشفى الصدر التعليمي هذه هيك و هذه اللي يموت نستمر مع هذا الموضوع وننتقل إلى مقطع آخر في ظل تدهور القطاع الصحي يعاني نحو مليون عراقي مصاب بالفشل الكلوي من نقص العلاجات اللازمة وتهالك النظام الصحي العراقي فضلا عن انتظار المرضى لأيام من أجل الحصول على العلاج وذلك لعدم توفر أسرة في المستشفيات مقارنة بأعداد المرضى وبالإضافة إلى ذلك هناك نقص في الكوادر الطبية وبالتالي يذهب المريض في رحلة علاج متعثرة بين المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية وفي ظل هذا الإهمال يضطر الكثير من المرضى للتوجه إلى المستشفيات الأهلية إلا أن العدد الأكبر لا يستطيع تأمين الأموال اللازمة والكافية لتنفيذ عمليات غسيل الكلا لارتفاع تكلفتها ما يضطرهم ومرافقيهم لتوجيه المناشدات لحكومة محمد الشيع السوداني ولحكومات الاحتلال المتعاقبة لعلها تلتفت لهم قبل فوات الأوام في هذا السياق ظهرت صور من مستشفى الإمام الصادق خلوه من العديد من الأسرة المخصصة لغسيل الكلا من المرضى في وقت يكتظ فيه المرضى في طوابير طويلة بحثا عن سرير لمعالجتهم من دون معرفة أسباب خلو الأسرة في مستشفى الإمام الصادق وما إذا كانت هذه الأسرة هي خارج الخدمة بسبب خلل انتقني أم لأسباب أخرى دعونا نشاهد سرير المقارب ال وأرواس وهي لديها كذب أغسيل والشاكل مخيصاً لغسيل مخيصاً لغسيل فديث كان يقل إطلاق لأكتشفى الإطلاق من خلو الأرواس قتل إجابة هذا سرير الموقع هذا سرير المثال هذا سرير الم Lindsey بالرغم من الثروات الهائلة التي يمتلكها العراق والامكانيات المالية والموازنات الانفجارية الا ان مشاهد الاهمال وغياب الصيانة بات من المشاهد المألوفة بعد ان نخر الفساد وزارة الصحة بكافة مفاصلها ليتسبب بتبدد الاموال حتى وصل الحال باطلاق المناشدات من قبل المرضى والملاكات الطبية من اجل توفير سيارات اسعاف بسبب تعطل احداها اثناء نقل المرضى لغياب الصيانة كما حصل مع احد المرضى في محافظة البصرة وهذه الحالة هي متكررة في كثير من المحافظات العراقية لنشاهد حالة حرجة مستشفى القرنة هذا رقم السيارة مال اسعاف اسعاف تعمل بشارع خمس اسعافات موجودة في مستشفى القرنة هي الوعيدة التي تشتغلون تعطل حالة المريضة ما طلعوا جهازهم بس هل تطلع الفساد مال مستشفى القرنة هاي حالة المريض اللي متوفين من عنده اثنين من عائلتي وهو باقي خلينا هيت مشاهدين دعونا نتابع التعليقات التي وردت بشأن هذه المقاطع لدينا ابو حسين يقول خدمات رديئة جدا وخاصة سيارات الاسعاف المفروض عند تردي سيارة الاسعاف التابعة للدائرة تصنف ويتم تعويضها من قبل الوزارة شهيد الزير جاوي يقول الوادم صارت تاخذ مريضها بالطيارات واحنا اسعاف ما عندنا هناك تعليق من علي يقول الاسعاف عندنا مجرد عربة نقل لا اكثر طبعا في حال توفرها هناك تعليق من ابو عبد الله يقول نطالب من وزارة الصحة توفير مسعف للمريض في سيارة الاسعاف وفيتر للسيارات التعبانة وهي المسعف هناك ايضا ضمن التعليقات علاء يقول ومن يطلعون المسؤولين بالتلفزيون يشرحون الوضع الخدمي ويصورون الوضع كأنما المواطن عايش بالنروج هناك عبد الله العراقي يقول أقدر وأتعس وأفسد وزارة بالعراق هي الصحة ومن عبد الله العراقي إلى السيدة أبو علي من واسط أبو علي بعد التحية ليش هذا المواطن يقول بأن وزارة الصحة في العراق واحدة من أقدر وأتعس وأفسد وزارة بالعراق السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته شكرا للرافدين على هذا السيد الكريم وزارة الصحة هي يعني مو مازل عن العراق لكن وزارة الصحة إلا تماث مباشر مع المواطن لأن بعد أي واحد يروح للمستشفيات يا أما يخرج بعاها هذا طبعا إذا كتب له عمر جديد أو أنه يموت يموت شلون يا أما يموت ينتظر سيارة الإسعاف لأنه أساسا ما عنده سيارة أو أنه أساسا يموت بسيارة الإسعاف اللي تتعطل بالشارع وماك أحد يفتح لها الطريق أو أنه يموت بالمستشفى فلذلك أنه يشوف أنه هذه أتعاد إحنا أكو ناس اللي يسمون نفسهم سياسين بالعراق واللي يدورون يقولون إحنا مع المواطن العراقي وإحنا نقف مع العراق مهمة التيار الصدري مهو أساسا كان ماسك هذه الوزارة شنو اللي سوى لهذه الوزارة يعني دائما التيار الصدري يأخذ لأول سنة يأخذ مقاولات يأخذ الميزانية الصحة والتهرباء ظلت من نصيب التيار الصدري فترة طويلة الآن يوم نحن تكلم عن الصحة فشنو نسوها أساسا اللي يوقف يقول أنا مع العراق وأنسحب من أجل العراق وأرجع من أجل العراق يعني الدولة يعني إحنا ما عدنا يعني ما عدنا تقصيد ستراتيجي علمي صحيح للوزارة الصحة كذلك الأكوبند بالدستور اللي يسمى دستور اللي هم أساسا إذا يمشون عليه بكيفهم أو يعوفون بكيفهم يقول أنه الدولة يعني مهتمة بالأمن الصحي للمواطن يعني هذا من واجبات الدولة وكذلك التأمين الصحي اليوم حتى من تجي شركات تأمين صحي تأمن بالعراق ما أحد يحاسبها يقول وين على منة تنطين كذلك المستشفيات الأهلية اليوم الموجودة بالعراق يعني ترأي واحد اليوم يأسس لمستشفى ويجيب لديكاترة أو أطباء أساسا ما معترف بشهاداتهم يوضفهم وننطيهم حياة الموافر أبو علي يعني تعتقد بأنه هناك مخطط يعني مصاغ أو مكتوب ويتم تنفيذ الآن عن طريق الحكومات اللي يجدت بعد 2003 من أجل إفقار العراق و نشر الأمراض عن طريق الإهمال الصحي المتعمد للقطاعات الحكومية الصحية وبالتالي المواطن يعاني من فقر ويعاني من مرض يعني هذا هذا تتوقع أو تعتقد بأنه هذا مخطط مرسوم ويتم تنفيذه عن طريق هؤلاء لأن الأمر صدفة أنه بفسادهم بفسادهم تم إهمال القطاع الصحي فقط لا يعني ما كشي اسم صدفة بالعراق وليقولوا لي يعني يعني أكبر من يقول هذا يعني هذا صهيوني أمريكي لا 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 هذا أساسا مخطط حزبي للأحزاب الموجودة تحكم البلد اليوم بدأ مين الاستهداف بدأ الاستهداف من التعليم يعني إلزامية التعليم ومجانية التعليم ما موجودة بالعراق وهذا حارب ويقولوا الآن تتوقع 23 سنة يعني ما عنده دراسة وليدرس قليل ثانيا بعدين يجوا للصحة وغلبية الصحة وين كانوا يودون إذا تذكرون فتحوا طريق وين فتحوا طريق لإيران رحوا تعالجوا بإيران حتى تستفاد المستشفيات بإيران هناك وهناك ماتت بإيران بس محد يقول إنه ماتوا بإيران عندك القطاع الكهرباء أساسا حتى يردون يعني البلاد تخرم يعني من ناسها تخرم من البشر الموجودين هذا مخطط رسمية الأحزاب وخلنا أقول بين قوسين الأحزاب الشيعية اللي تستهدف المحافظات الشيعية يعني أنا ما أستثني السنة والأكراد لا ما أستثنيهم بس أقول إنه تسيح محافظات الأغلبية مو يسمونهم الأخ الأكبر وين الأخ الأكبر اليوم شوى الأبناء شعب الأخ الأكبر يعني تاروا بحسب إحصائيات وزارة الصحة سيد أبو علي العراقيين يصرفون ستة مليون دولار شهريا من أجل الحصول على علاج خارج العراق ستة مليون دولار شهريا يعني رقم رقم لو تيجي تحول إلى مستشفيات وأبنية تتعلق بالقطاع الصحي وأجهزة طبية لأنت بنيت خلال سنة سنة زمان بنيت كذا مستشفى وصرح صحي وخدمات وتجهيزات على أعلى مستوى نحن دعنا نتكلم على أرقام ضخمة جدا شنو ستة مليون دولار العراقيين يصرفوها للحصول على علاج خارج العراق يعني هذا رقم عملاق طيب أنتوا ليش دتخلون هاي الفلوس تذهب إلى آخرين تذهب إلى إيران وتذهب إلى تركيا وتذهب إلى الأردن ويروحون للهند في سبيل الحصول على علاج وإحنا بلد غني بإمكان أن يكون عندنا أفضل المستشفيات وأفضل المراكز الصحية وأفضل المختبرات الصحية وأفضل الأجهزة وطبانا على أعلى مستوى يعني اليواني يريدون يوصلون الناس أفقروا العالم وجوعوا الناس وخلهم الأمراض تنهش بأجسادهم بسبب الماء الملوث وبسبب الملوثات البيئية وبسبب المستشفيات التعبانة والمتهالكة وغلاء أسعار العلاج يعني تالي تالي وين يريدون يوصلون بالشعب يعني إذا أنا أنا مسؤول أو وزير أو وكيل وزارة من دولة القانون ولا إطار التنسيق ولا الكيار ولا تقدم ولا البارت ولا غيرها يعني إذا قد أحصب من أمير المستشفى تقل تنطيني أنت ممستثمت يقل تنطيني تنطيني إفلوت أنا أخليك تبني ما تنطيني إفلوت أنا أخليك تبني أنا أريد استفاد يعني إحنا خلن نفهم أنه الموجودين بالسلطة اليوم وهي مو حكومة هي سلطة يقول لك أنا أريد استفاد أنا جاي للدولة أريد استفاد تفيد لي أفيدك ما تفيد لي ما أفيدك طيب وأنا أعتقد مرة ذكرت برنامج حضرتكم وكو دكتور في أمريكا يجي يريد يبني مستشفى بالسماوة أبو الصح أبو البلدية يريد من عنده مليون أبو الصح يريد من عنده مليون المحاضرين يريد من عنده مليون قال الثلاثة ملايين هذاللي أتبرى بيه أنت لا تحكيني عن الناس تريد تبني بلد أنت تحكيني عن اللصوص شنو يستفاد النص دائما تقول لهذا بنك وهذا شركة طيب من الأفضل يتبوغي يقول لك أبوغ البنك فهذا العواق بنك مكتوح أشكرك أبو علي من وسط شكرا جزيلا للمشاركة أكتفي مع جنابك بهذا القدر من المعلومات وصراحة الموضوع مهم وخطير وكبير لكن الوقت للأسف لا يسان ننتقل إلى موضوع آخر مشاهدين والعراق لا يخلو من الأزمات بالطبع فننتقل إلى أزمة أخرى من أزمة القطاع الصحي وإهمال صحة البشر في داخل العراق إلى أزمة الوقود التي بدأت تتفاقم شيئا فشيئا في العراق تشهد محطات الوقود في محافظات الوسط والجنوب أزمة في مادة البنزين منذ نحو أسبوعين مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الطلب على المحروقات بالرغم من إعلان وزارة النفط وشركة توزيع المنتجات النفطية انتهاء الأزمة والسيطرة عليها بشكل كامل إلا أن الحقيقة مخالفة لهذه التصريحات الحكومية ظهرت الأزمة في محافظة القادسية حيث اصطفت طوابير طويلة من مئات السيارات على شارع رئيسي تنتظر الحصول على الوقود من المحطة الحكومية الرئيسة التي كانت هي الوحيدة التي تمتلك الوقودة مع توقف جميع المحطات الأخرى في المحافظة لتبدأ بعدها مشاهد خلو المحطات في البصرة ميسان وآسط المثنى من الوقود وتكدس طوابير السيارات بشكل طويل للغاية أمام هذه المحطات طبعا أظهرت مقاطع مصورة من محافظة واسط مشاهد من أزمة البنزين بسبب قلة تجهيز المحافظة بهذه المادة العادي طبعا حيث رصدت اكتظاظ المواطنين والتكدس أعداد كبيرة من السيارات في محطات التعبئة وانتظارهم لساعات طويلة من أجل التزود بالبنزين دعونا نشاهد هذه اللقطات من قضاء الصويرة التي وردت في مواقع التواصل الاجتماعي عرب عزيز المواطنين المقاطع لو هاي الناس طالعوا مظاهرات ما تشمتوا ها سبتم انا اول الناس تعترضون ليش هي شاي الناس شين يذيبها ليش يذيبها هذا الشاي اللي دبوا ها كلها اصحاب ارزاق قال ابو زيوبة يحصل لها خمس سلاة دينار يرجع للبيت من يتحمل مسؤولية هس احنا هم طالبين تعيين هم طالبين خدمات هاي هاي 30 كيلو جبلة نروح العبر عليها كلها متوفر قسم ابو القرآن باللي يتحمل مسؤولية هاي هو محافظة الواسط الدكتور محمد جميل مياحي وعضاء مجلس محافظة هم الموجودين هم يتحملون مسؤولية شين يذيبها اللي بهاي العالم نستمر مع هذا الموضوع وننتقل الى مقطع اخر بالرغم من الترويج الحكومي لحل ازمة البنزين او ازمة الوقود بشكل عام الا ان المواطنين لم يلحظوا اي انفراجة تذكر حيث لا يزالوا يستغرقوا الحصول على مدة البنزين الانتظارة في الطوابير لمدة تراوح بين ساعتين الى خمس ساعات بحسب بعض المواطنين مع وجود مخاطرة بان وقود المحطات قد ينفد بعد الانتظار لوقت طويل ما يجبر سائقي السيارات يجبرهم على تكرار مأساة الانتظار امام محطات اخرى بوجود ذات المخاطرة وقال مواطنون انهم ينتظرون منذ ساعات الصباح الاولى ولفترة طويلة دون تمكنهم من الحصول على الوقود في ظل ازمة طارئة برزت خلال هذه الايام واشاروا الى ان هذه الازمة اضافت اعباء اخرى على معاناتهم مع ارتفاع درجات الحرارة وتراجع معدلات تجهيز الطاقة الكهربائية في المنازل بالاضافة الى شحة مياه الاسالة واكدوا ايضا ان الازمة تصاعدت دون وجود معالجات حكومية مأثر وبشكل كبير للغاية على مصالحهم دعين الحكومة الى التدخل العاجل وايجاد الحلول من اجل توفير مادة البنزين في ذات السياق ومن محافظة التأميم الغنية بالنفط تتكرر ذات المشاهد لوقوف المواطنين في طوابير طويلة في انتظار تعبئة الوقود وسط مناشدات للمسؤولين من اجل التدخل لحل هذه الازمة دعونا نشاهد السلام عليكم يعني الى متى يا كاركوك ساعة اربعة وعشرين دقيقة وهذا حال سرى مال البنزين اربعة وعشرين دقيقة الصبوع وهذا حال سرى البنزين يعني هالسهم لازم نودعف اقل شي فد نفس ساعة يلا نحصل البنزين يا وزير النفط يا منتوجات كاركوك حلونا سالفة البنزين حلونا سالفة البنزين ما نريد غير شي منكم واوة اه حالة ننتقل الى التعليقات المتعلقة بهذا الموضوع مشاهدين الكرام علي عدنان يقول ايو الله اجي الصيف وبدت ازمة البنزين بكاركوك ما تخلص ابدية مثل نار بابا كاركر هناك تعليق من ياسين يقول كل العراق في ازمة واذا الامور طيبة الجماع يسوون ازمة لالهاء الشعب عن كارثة قادمة او موجودة علاء يقول المشكلة ان ازمة البنزين هذه والطوابير من السيارات وهذا المتكلم هم من مكان يطفو على بحر او على بحار من النفط قحطان يقول المشكلة ان الموكل اليهم حل المشكلة هم المشكلة نفسها تعليق لدينا من ابو مصطفى العراقي يقول ازمات مختلقة من وراء سياسي الصدفة وننتقل الى تعليق اخير في هذا الموضوع من عباس ما لك يقول لا وفوق هذا الضيم لازم تشتري بطاقة حتى تفول ما عندك بطاقة ما ينطوك قطرة بنزين المحافظة الوحيدة بالعراق اللي بيها هذا الشيء والناس كلها جاي تعاني منها السالفة ننتقل الى موضوع اخر مشاهدين الكرام لدينا في هذه الفقرة تحرصوا حكومة السوداني مؤخرا على ضخ دعاية اعلامية لتحسين صورتها امام الرأي العام من اجل ان تظهر بمظهر حكومة الانجازات ولعلكم تذكرون جسر المشات الذي افتتحه السوداني مؤخرا والكذبة كما يصفها العراقيون التي ساقها حينما ادعى ان النظام السابق منع تواصل منطقة الاعطيفية مع الكاظمية وكان هذا الجسر جاء ليتيح التواصل الممنوع ما بين المنطقتين في العاصمة بغداد حينها تحول هذا الامر لمادة سخرية لدى العراقيين قبل ان يتحول الجسر نفسه كذلك لمادة تثير الجدل بعد ان رصد مواطنون استعانة دوائر البلدية في العاصمة بغداد لدعامات حديدية من اجل استناد اقواس الجسر الحديدية من اجل ان يتم منعها من السقوط على رؤوس المواطنين بعد اشهر قليلة على افتتاحه في مشهد يدل على ضعف متانة هذا الجسر والفساد في تنفيذه دعونا نشاهد السلام عليكم استاذ محمد اشترك 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 ما شرمه اشترك ان يتم بغداد اشترك هذا المنزل هذا القوس وحاطي لدى قرب النص خافين قلوب شوف الحداثة والتصميم بورم غباء روطب 16 هاي للاقواس هاي دواجير اللي خالي هاي للاقواس 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 ننتقل الى مقطع اخر ضمن نفس الموضوع في محافظة الناجف تذكرون مجسرات الزهراء التي استغرقت تقريبا عشر سنوات لانجازها بعد ان كانت من المشاريع المتلكية هذه المجسرات اصبحت كذلك حديث العراقيين بسبب تصميمها الذي لا يراعي الشروط الهندسية حتى وصل الحال بمن يستخدم هذه المجسرات الى ان يتيها فوقها ولا يعلم من اي مخرج من مخارجها او مداخلها يجب ان يتجه لتشهد هذه المجسرات حوادث سير مميتة بين من يستخدمها للعبور بسبب عدم وجود اشارات دالة للسيارات لكي يعلموا اين هو الطريق الصحيح وما الذي يجب ان يسلكه سائق السيارة دعونا نشاهد حادث السير في هذه المجسرات دعونا ان نتابع التعليقات مشاهدين الكرام التي وردت بشأن هذه المجسرات دعونا ان نتابع التعليقات مشاهدين الكرام التي وردت بشأنه هذه المقاطع أحمد يقول البارحة صعادة الجسر ما بخارطة وعن طريق الصدفة طلع الطريق صحيح للأسف ماكو أي إرشادات مرورية عدنان يقول هذا اللي يصمم الجسر مشتري الشهادة مشترة تعليق لدينا من أبو سلوان يقول لا تقوم قائمة للعراق إلا إذا نفذت المشاريع بتخطيط وتنفيذ أجنبي دون تدخل أي وسيط محلي مجرم وسارق مثل ما تفعل دول الخليج لنحصل على متانة البناء وأشكال هندسية جميلة أبو ميثم يقول مع الأسف طرق المتاهات والمسؤول النايم المسؤول النايم والفقراء تهلك وتموت والمسؤول أي التاجر يرقصوا على الجراح وعدنا تعليق من حسنين يقول وحق الله آني وعمي يمكن ثلاث مرات رجعنا نفس الطريق وبالأخير نزل ورحنا بغير طريق أو نزلنا ورحنا بغير طريق وسيد حيدر يقول أفشل جسر بالعراق والوطن العربي ما بين سيابية بالصعود ولا فوق المجسر ولا بالنزول هذه عينة بسيطة من هذه الدعاية التي تمارسها وتضخها حكومة محمد الشاعر السوداني وأحزاب الإطار التنسيقي في وسائل الإعلام للترويج لهذا الشخص على أنه رجل المرحلة وقائد حكومة الخدمات ننتقل إلى موضوع آخر لدينا مشاهدين الكرام في هذه الحلقة انتقد مهندسون وخبراء في تشييد المدن العشوائية في إحالات المشاريع لشركات صورية بهدف تحقيق منجز سريع يحسب لحكومة الإطار التنسيقي برئاسة محمد الشاعر السوداني من دون أي اكتراث لجودة ومتانة المشاريع المنجزة أو بمصيرها الذي ينتهي به الحال ليصنف في خانة المشاريع المتلكئة أو الفاشلة وأجمع المختصون في بناء وتصميم المدن وبنيتها التحتية على تحول نظام الإحالة إلى حلقة من حلقات الفساد المسببة لهدر المال العام وزيادة أعداد المشاريع المتلكئة كونه يعطي الأفضلية للشركات الوهمية لحساب الشركات الرصينة ممن تمتلك رصيدا كبيرا من الخبرة والإنجازات ولفت المختصون إلى أهمية تفعيل الآليات الصحيحة والمتبعة من قبل دول العالم في إنجاز المشاريع عبر الإعلان عن مناقصات عامة تفسح المجال للتنافس وفقا لضوابط صارمة توجد بيئة تنافس تتنافس فيها الشركات المتقدمة بشكل شفاف ونزيه من أجل أن تقدم الأفضل طبعا بات الفشل المشاريع التي يتم إحالتها للشركات أصلا غارقة بالفساد في العراق من المشاهد المألوفة في هذا البلد إذ لا يكاد تمر فرصة قصيرة على إنجاز مشروع ما حتى يظهر مدى الفشل في هذا المشروع كما هو حال مشروع طريق المطار المدينة الرياضية في محافظة البصرة بعد أن انتهى به الحال أو انتهى الحال بالنخيل الموضوع على امتداد هذا الطريق بالموت بسبب غياب المتابعة والاهتمام من قبل المسؤولين دعونا نشاهد تكي على رأسك حي البصراوي وانطموا ياها تعالوا شوفوا لهذه الطرقاح يا أهالي البصرة الغافلين عن المليارات والفساد بالمشاريع إلى رئيس هيئة النزال قاض حيدر حنون المحترم أتمنى أنت بنفسك تشرف على التحقيق بهذا الملف وتسحب يمك حتى ما صير تأثيرات على التحقيق مناقصة 54 بلدية انشاء شارع بطول 9 كيلو من المدينة الرياضية المغازل لكزيزة قيمة هذه المناقصة 130 مليار دينار الله أكبر 130 مليار دينار اتبلط ابقد هذه المسافة 10 مرات من ذهب وشوفوا اليوم حال الشارع عبدالله حويس بعد تنفيذه بسنة شوفوا الأرصفة شوفوا الجدرة الوسطية شوفوا هذا الزرع اللي خسرت عليه المحافظة مليارات يا محافظ البصرة 130 مليار دينار على 9 كيلو وهذا حالة بعد سنة من افتتاح المشروع ننتقل إلى مقطع آخر مشاهدين الكرام من البصرة الغنية بالنفط إلى محافظة التأميم الغنية بالنفط أيضا حيث بيّنت صور ملتقطة حديثا حال أحد الشوارع التي جرى تعبيدها قبل أقل من سنتين في ناحية الزاب في قرية الصباغية في مدينة كاركوك مركز محافظة التأميم قبل أن يتحول هذا المكان أو يبرز في هذا المكان أجزاء واسعة منه للأعلى كنوع من الخسفات أو نوع من المطبات في مشهد آخر من مشاهد فساد المشاريع التي تحال لشركات مقاولة فاسدة لا تراعي ضوابط الجودة وشروط المتانة عند إنجاز تلك المشاريع دعونا نشاهد دعونا نشاهد دعونا التي وردت بشأن هذه المقاطع جمال يقول السخاف أنتقد الشغل وهمات يشتكون علي بالمحكمة ويقولون تشهير فماكو غير أقول عاشت إيدكم شغل مرتب وإن شاء الله بميزان حسناتكم تعليق لدينا من عمار يقول طبعا هذه بسبب عدم وجود فاصل تمدد وتم صب هذا الشارع في البرد لهذا تمدد في الحر وصار على ما هو عليه يفضل وضع فاصل تمدد للشوارع كل 15 متر غسان يقول للأسف أغلب المشاريع ما بها رقابة وفترة قصيرة تتخسف ضمن التعليقات لدينا من محمد يقول اللي اشتغل هذا الشارع من يشوف الفيديو شي يقول النفسه ما يستحي وأبو آدم يقول معقوله ماكو شريف يشتغل بمهنية ونزاهة ومخافة الله قبل كل شيء آخر تعليق لدينا مشاهدين الكرام في هذا الموضوع من رياض يقول يجب وضع شرط جزائي على كل المقاولات مصحوبا بمدة لا تقل عن عشر سنوات من ناحية إتقان العمل وجودته وإلا كل المشاريع عبارة عن أموال مهدرة وضائعة مشاهدينا نستمع لرأي سيد أبو عمر من بغداد اتفضل يا أبو عمر حياك الله حياك الله أستاذ محمد تحيات إلك وتحيات قناة الرافدين والساد المشاهدين الأعزاء كل الهلاء يا أبو عمر أستاذ محمد نعرف أنه لسه بنقاون الأخيرة واللي محمد يشياء السوداني اللي قاله هو قال أنه حكومة خدمات حكومة يعني نقدر نقول ما من بعد حكومات سابقة اللي سوى الجسورة وبناء إنشاء المشاريع اللي هاي بنا نشوفها هذه الجسورة اللي جاعد عندنا صارت ببغداد ومحافظاتنا الحبيبة كلها هذه أنه بقت هذه الجسورة بقت أزمات الاختناقات المرورية ليش؟ لأنه إحنا عندنا القوات الأمنية والحجد الشعبي وسيارات الدولة وسيارات المسؤولين وسيارات الحمايات هذه يعني أعداد فائقة جداً يعني ضابط برتبة أو منقيب أو مقدم وتلقى وراه خمس ست سيارات عضو من أعضاء البرلمان تلقى وراه سبع سيارات إلى عشرة يعني كل هذه الاختناقات المرورية سببها من أنه عناصر الدولة وعناصر قوات الأمنية هي ازدياداتها فإحنا قبل يعني قبل الدين وكثرة ما كانت أدنى هذه من الأمور اللي قاعد نشوفها كانت سيارات الدولة النجدة اللي نشوفها مكان واحد هي ثابتة طيب أبو عمر بس أريد أقاطعك أريد أقاطعك حتى يكون الكلام شوي يعني بالاتجاه الصحيح احنا ما نقدر أيضاً نلقي بكل اللائمة على سيارات المسؤولين لأنه مهما كان عددهم أكيد ما رح يكونون بعدد سيارات المدنيين اللي يمتلكوها في العاصمة بغداد نحن اليوم عدنا عوائل عراقية عدهم سيارتين وثلاثة وأربعة كثير من العراقيين أصبحت لديهم سيارات تعرف الوارد الأمريكي ويمكانية الحصول على سيارة الآن في العراق ليس أمراً صعباً أيضاً لغياب السيطرة طبعاً ولقلة سعر بعض السيارات اللي تتيح حتى لذوي الدخل المحدود أنه ممكن يحصل على سيارة هذا سوء تخطيط وتنظيم من قبل الدولة أنه فتحة الأبواب أبواب الاستيراد وشراء السيارات على مصرعيها بهذه الطريقة في مدينة صغيرة كالعاصمة بغداد شوارع قديمة اليوم محمد الشيع السوداني بهذه المشاريع اللي يسموها مشاريع التوسعة تتوقع ممكن تحل هذه الأزمات وهل أصلاً هذه المشاريع يتم تنفيذها وفق المواصفات العالمية؟ أكيد أستاذ محمد بأنه هاي المشاريع اللي هي أولة وأساسة اللي تخدم هي فلطة الأحزاب ليش؟ لأنه إحنا عدنا كثير سيارات يعني بيعوها بالتخصيص أو للموظفين بس عار يعني بدون يعني فائدة يعني أكو ناس يعني مهتاة تأخذ سيارة تأخذ سيارتياً ليش أكو عدهم رواتب يعني نقدر نقول اللهم يوفقهم رواتبهم قوية هاي المفروب إهناني المفروب أن الدولة تخلي إلى حد يعني مو بس تستفاد من المواطن ويعني السيارات تجيب برخص الأسعار و تبيعه بغل الأسعار طيب أطيني رأيك بالمشاريع أبو عمر رأيك بالمشاريع الموضوع الأهم عف السيارات مشاريع العراق التي تنفذها حكومة محمد الشاع السوداني شاهدنا مقاطع مشاريع متلكة مشاريع سيئة بالتنفيذ مشاريع ترقيعية في سبيل بس أنه يروج النفس على أساس أنه يحقق إنجازات ملموسة السؤال هل هذه المشاريع ترتقي لحجم حاجة البلد إلى هذه المشاريع إلى الجسر إلى الطروق إلى الأنفاق هل ديواك بحاجة البلد السوداني لو بس استعراضات إعلامية أستاذ محمد البلد ما محتاج منه هاي المشاريع المتلكئة وهاي المشاريع اللي هو قاعد يقدمه البلد محتاج الصناعة محتاج الزراعة محتاج إلى مدارس محتاج إلى مستشفيات محتاج إلى أي هذه عاملة يعني اتنهض هذا البلد يعتمد على قطاع الخاص يعتمد على مورداته مو أنه نستورد من بره هاي أهم ما يكون عندنا بالأسف محمد الشياء السوداني ما خال إنه باله أنه لازم يكون عندنا معامل لازم يكون عندنا مدارس نقص مدارس أكثر من 14 ألف مترسة مستشفيات لازم يحصر السلاح بيد الدولة لازم يحقق العدالة بالشارع لازم يحقق العدالة بالمحاكم هاي الأشياء اللي الناس تحتاجها مو جسر مسنود بأعمدة من الحديد قطبان حديدية ويقول لي علي هذا مشروع للأسف يعني الجسور السادة محمد ولو شوي أفزيع الموضوع هاي الجسور يعني أكثر شي وجدت المفالحهم وجدت يعني من يعني عبر القوات الأبنية أو الجماعات المسلحة اللي هي يعني شابت للطريق يعني كلش الزحام وبغداد سنة عن سنة يعني أكثر من 8 ملايين سيادة عوض شكرا أبو عمر من بغداد نعم وصلة الفكرة أشكر حضرتك للمشاركة حتى بس لن نطلع عن الموضوع الرئيس الحلول اللي أو المشاريع اللي تعلن عنها حكومة السوداني كثير من العراقيين يشوفوها مشاريع جانبية ثانوية هناك ما هو أهم منها بكثير مثل ما تفضل السيدة أبو عمر من بغداد يجب أن يتم الاهتمام بالقطاع الزراعي يجب أن يتم الاهتمام بالصناعة والمصانع العراقية يعاد افتتاحها مرة أخرى من أجل تشغيل جيوش العاطلين عن العمل في هذه المصانع ونحقق بالتالي الاكتفاء الذاتي ونكتفي من الاستيراد استيرادنا من إيران ومن تركيا ومن غيرها أنهك الاقتصاد العراقي وخزينة الدولة العراقية لأنه فلوس ده نصرفها احنا بلد مستهلك احنا بلد مدى ننتج ما عندنا مصانع مغلقة وبالتالي كلام سليم هناك ما هو أولى وأهم اللي هو المصانع العراقية وتشغيل اليد العاملة الاهتمام بالزراع العراقية الاهتمام بالقانون والأمن وتحقيق العدالة في الشارع الميليشيات هي التي تحكم وصاحب السلطة والنفوذ والسلاحة والذي يحكم لا يوجد قانون لا توجد عدالة حقيقية تحمل مواطن هذه هي من أولويات السلطة يجب أن يكون هناك أولوية ويجب أن تكون هذه هي من الأولويات في سبيل تحقيق الأمن والعدالة الاجتماعية والعدالة للمواطن يشعر بأمان ويشعر بثقة أن هناك من يأتي بحقه قانونيا قضاء ومحكمة ودولة لكن في العراق لا يوجد هذه الأمور للأسف شوارع وتوسعة وحلول ترقيعية لمحاولة تجميل صورة هذه الأحزاب ننتقل إلى موضوع آخر مشاهدين الكرام إلى فقرة الإنفوغرافيك طبعاً أثار حجم الأموال المرصودة لميليشيا الحجد الشعبي في جداول موازنة 2024 التي صوت عليها مجلس النواب الحالي أثار التساؤلات بين المراقبين السياسيين عن مصير هذه الأموال فضلاً عن طبيعة الدور الذي ستلعبه الميليشيا في السنوات المقبلة وأضافت أيضاً أن حكومة السوداني أو أضافت حكومة السوداني مبلغ 812 مليار دينار عراقي إلى موازنة الحجد الشعبي ضمن الموازنة العامة لعام 2024 البالغة قرابة أو نحو 212 تريليون دينار عراقي وفي موازنة ذلك أعاد مراقبون الحديث عن ما يعرف بقوائم الفضائيين وهو مصطلح دارج في الأوساط العراقية للتعبير عن الجنود غير الموجودين على أرض الواقع ممن تعتمد على قوائمهم الميليشيات في استنزاف خزينة الدولة من أجل أن تبرر نفقاتها وما تصرفه من أموال طبعاً تتهم الميليشيات الولائية ميليشيات الحجد الشعبي المرتبطة بشكل مباشر بفيلق القدس الإيراني بإدراج آلاف الأسماء الوهمية ضمن جداول التعينات لتدخل مليارات الدنانير العراقية إلى خزائنها لممارسة نشاطات تجارية وعسكرية في سبيل تكريس نفوذها العسكري والطائفي في العراق والمنطقة فضلاً عن تمويل وسائل الإعلام الخاصة بها من أجل مهاجمة خصومها وتغذية الطائفية في البلد قسم التواصل الاجتماعي في قناة الرافدين الفضائية صلت الضوء على دور هذه الميليشيا وما الذي تقوم به من نشاطات في العراق دعونا نتابع ترجمة نانسي قنقر 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 مشاهدين أن ننتقل الآن إلى فقرة الهاشتاغ أقرت وزارة البيئة في العراق أن مواقع الطمر الحاصلة على موافقة رسمية لا تتجاوز 28% وأكدت الوزارة أن إدارة النفايات في دوائر البلدية تفتقر للكثير من المقاومات ما يؤدي إلى مزيد من الملوثات هذا وكشف إعلان وزارة البيئة في حكومة الإطار التنسيقي برئاسة محمد الشاع السوداني عن نسب المطامر الصحية المجازة أثار مدى التقاعس الحكومي عن إيجاد الحلول لمواجهة المخاطر البيئية الناجمة عن إهمالها واسمه اليوم هو أنقذ بغداد من التلوث في منصة أكس بعض التعليقات جئناكم بها سلام الدراجي يقول بسماية جسر ديالة الزعفرانية مواطنيها يناشدون جميع المسؤولين والعندة غيرة بإنقاذهم من المعامل وخصوصا غير المرخصة في منطقة جسر ديالة والتي تسببت بإصابة أكثر من نصف سكان تلك المناطق بأمراض جلدية غالبيتها مزمنة تعليق من سيف الشمر يقول الله يشهد عدنا أطفال بعمر عشر سنوات مصابين بالكانسر خلي تشوف منظمات الهلال الأحمر واليونسيف وغيرها هاي المناطق حتى للحيوان ما تصلح للعيش تعليق لدينا من فاطمة الموسى وتقول أنقذوا منطقة جسر ديالة في العاصمة بغداد هي من أكثر المناطق تلوثا في العراق لأنها تحتوي على مخلفات كثيرة من المصانع وهذه التلوثات سببت لهم الكثير من الأمراض الخطيرة دكتور رائد الموسى ويقول أنقذوا بغداد من التلوث السم الأسود الناتج من معامل الطابوق يقتل سكان مناطق مدينة بسماية والزعفرانية وجسر ديالة وتسبب بانتشار أمراض السرطان وحالات أمراض جلدية للمئات من السكان ارحمونا يرحمكم الله بهذا مشاهدين الكرام نصل معكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم شكرا لكم لطيب المتابعة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر